السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يا ربنا تسليماً مزيداً أما بعد فما زال الحديث بنا موصولًا عن أمارات الساعة الصغرى من هذه الأمارات رفع العلم بموت العلماء رفع العلم بموت العلماء روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل من أمارات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وفي الصحيحين أيضًا عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم إن من أشراط الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم وكيف يرفع العلم والعلم في الكتب مستور مكتوب يعني كيف يرفع العلم يجيبك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يعني بموت العلماء العاملين المخلصين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالمه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يبقى الأصاغر ويلتمس العلم عند الأصاغر الذين يفتون ويتكلمون في الدين بأهوائهم بغير نور من القرآن بغير نور من السنة بغير نور من أقوال الصحابة بغير نور من أقوال التابعين والأئمة والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة والمراد بالعلم هنا علوم الشريعة وهذه العلوم ميراث الأنبياء كما قال سيد الأنبياء والأطقياء محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ولذلك أبو هريرة خرج مرة إلى السوق فوجده قد امتلأ والمسجد فيه حلقة فيها بضعة أشخاص فقال أبو هريرة لأهل السوق يا أهل السوق يا أهل السوق ما أعجزكم عن ميراث النبي الذي يقسم الآن في المسجد في ثواني مؤمن امتلأ المسجد ملقوش في الجامعة غير واحد شيخ بيعلم الناس قالوا أين ميراث النبي الذي يوزع يا أبو هريرة قال العلم إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر إذا مات العلماء من العاملين الناصحين المخلصين القضية مش قضية شهادات أو قضية إجازات أو قضية حفظ نتون القضية قضية عمل قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية العلم الخشية يعني يتحول إلى عمل في حياتك إذا مات هؤلاء ماتت السنن وظهرت البدع وهذه رزية ومصيبة كبيرة وأي مصيبة تعلم ما الرزية فقد مال ولا شات تموت ولا بعير لكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير تجد العلماء الأكابر أوي اللي هم زينة الأمة مات الواحد بعد الواحد بعد الواحد بعد الواحد ما زال في الأمة خير نعم لكن أنوار كثيرة غابت أسماء كبيرة أئمة ماتوا في فترات قصيرة ومتقاربة ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا مات الأكابر من المخلصين العاملين العلماء برز الأصاغر وهذه من أمارات الساعة روى ابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ثلاثة إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر يعني أصاغر القضية الأصاغر هم الذين يقولون في الدين برأيهم بأهوائهم بغير نور من القرآن وبغير نور من السنة وما أكثر هؤلاء الأصاغر الآن الناس يربطون بين العلم والشهرة فلما شهور يبقى علامة فلما له كم برنامج في كم فضائية يما ده سيدنا مولانا والعالم والحبر يما في الزوايا خبايا يما في أكابر لا يعرف الناس عنهم شيء القضية مش قضية شهرة من هم الأصاغر هم الذين يقولون في الدين برأيهم سرنا نسمع منهم أعاجيب هؤلاء الأصاغر الآن يريدون سلخ الأمة عن هويتها يريدون علمنة الدين نسمع بين الحين والحين فتاوي بل قل بلاوي من هؤلاء الأصاغر وإن شابوا لأنهم ما قالوا في الدين بقرآن ولا بسنة إنما بآرائهم بأهوائهم سرنا نسمع منهم أعاجيب يتكلمون بغير هدى من القرآن ومن السنة وهذه مصيبة إذا مات العلماء وصار الشباب يأخذون من الكتب بغير شيخ ولا إمام معلم تحدث طامات روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان شباب صغير سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تعرف منهم وتنكر يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة الخوارج يعني اللي سيدنا علي قاتلهم في يوم النهروان اللي خلق من عباءتهم بعد وبتعوى التكفير والهجرة وغيرهم وغيرهم كل هذه البدع التي ظهرت كل هذه الفرق كل هذه المصائب سببها إبعاد العلماء الربانيين المخلصين العاملين عن تعليم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا والله من تضييع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله وهذه مصيبة أن يموت الأكابر ويبرز الأصاغر في كل مكان ويلمع الأصاغر في كل مكان هذه مصيبة وأي مصيبة صدق نبينا عندما قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اللكع صغير العلم صغير العقل من أمارات الساعة الصغرى رفع العلم بقبض العلماء أسأل الله أن يبارك في أعماري وأعمالي مشايخنا وعلمائنا إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته